مساء الخير هويتنا العربية منحملة معنا وين ما كنا وين ما رحنا من هالمنطلق انطلقت السيدة هالا غريب بمشوارها بالمهجر لتعليم الأطفال اللغة العربية بشكل مبسط وسهل من خلال أكتر شي بحبوا الأطفال وهو اللعب ألعابي هي شركة بتهدف لتعليم اللغة العربية بطريقة مسلية وبوسطة ألعاب تعليمية وتثقفية هالمبادرة لقيت بالفترة وجيزة دعم كبير ونجاح بسبب هدفها وبساطة منتابع ترجمة نانسي قنقر معنا من لندن مؤسسة شركة ألعابي هالا غريب هالا مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا على سكاينيوز بداية عن خبرين من وين بلشت الفكرة وكيف بلشت بهالمشوار مرحبا جميعا وشكرا لاستضافتي معكم مساء الخير لكل مشاهدين وبالتحديد لكارولينا بلشت الفكرة تحديدا وقتا كنت أنا ببرشلونة عم علم عربي للأطفال وكتشفت قديش الصعوبات يلي هني عم بيواجهوها والأهل يلي كما كنوا عم بيواجهوها وقلت أنا هيدا الشي ما بدي يصير معي فوقتها صرت قم بلشت دور على ألعاب جودي عالي بتحتمر بتحترم حقل الطفل بتخليه يحب اللغة لأنه أنا بدي حببه فيها كمان للغة ما كنت لقى فقررت أنه أنا أفوت في قمار هيدا الموضوع وبلش ابتكر واستعمل كل الخبرة تبعيته بيظل هيدا في هيدا المشروع مش بس لإليه مش بس لأولاده لأنه اكتشفت أنه هيدا الشي على مستوى كل الأطفال إن كانوا بالبلدين العربية ولا ببلدين المهجر للأسف عم نضطر للهجة القصرية من أوطاننا ففي ضرورة لتحديد الهوية كرمال هيدول الأطفال ما يفقد لغتهم الأم لغة الأم هي التي تجعلني أنا ضروري نحافظ عليها هيدا نوع من انتماء هيدا نوع من الحضارة تاريخنا لازم نحافظ عليها وما لازم نفرد فيه تبقى صعب هلا أنه تعلم الأطفال اللغة العربية وتنقلية لقلهم خصوصا أنه من الأصل هناك صعوبة بالتعامل مع الأطفال ولكن سؤالي خاصة ببلدين المهجر وين الأطفال ما عم يحكوا عربي لا مع رفقاتهم لا مع جيرانهم ولا حتى بالمدارس ضويت كارول على نقطة كتير مهمة هي قصة نحن بالبلدين المهجر فيه دور كتير كبير على الأهل فيه نوع من أناعة الأهل لازم يكون عندهم إياها وطريقة إذا بدك يعتمدوها من أجل تعليم اللغة العربية يعني أنا دراسة تخصص ترجمة فمن هيك بعرف أنه هيدا الطفل لازم عقله فيه يحمل خمس لغات هو لعمر السبع سنين تقريبا هيدا كلها دراسات يعني مش تعلمناها فأنا ليش ما بدي أحترم له هيدا القدرة عنده لهيدا الطفل وجري بأعطيه قدمة فيه الحياة ببلدين المهجر ركض بركض والأهل يعني عندهم أشغالهم وبدهم يعني شي تحتى يقدروا يحكم مع أولادهم بيشوفون آخر نهار ولكن فيه طرق فيه أسليب مسلية فيه الواحد يتعلم يقدر يكفي مع أولاده يعني مثلا أنا كيف بيتبع مع أولاده بس أنا بحكي معهم اللغة العربية نجيبوا الكتاب بالإنجليزي بخبروا لي بالعربة نجربوا يقولوا لي جملة بالإنجليزي لأنه بطبيعة الحال هلأ هنا عم بيردوا أكتر علي بالإنجليزي كونه بلندن ولكن بجرب أنه خد وقتك هلأ حكيتنا بالإنجليزي جرب أعمل نفس الجملة بالعربة وأنا بساعدهم ولكن فيه الأناعة أساس إذا الأهل ما عم يقدروا يقتنعهم يقصد أنه هيدا اللغة ضرورة هون السؤال لأنه حي في أدوه أكيد وهون السؤال أنه بعض الأشخاص حتى مش بالبلدين الغربية حتى بالبلديننا بعض منهم بقولوا أنه خلينا نلجأ للغات أجنبية بتفيد ولادنا أكتر بأعمالهم بركة فيه ناس بيعتبروها أنه أحسن أنه بينبسطوا أو بشوف حالهم إذا أولادهم عم يحكوا لغة غير العربية هل هيدا الشي عم دوه شيء أنت كمان؟ أكيد يعني لأنه عم بيصير كمان فيه مبادرات على صعيد فرد لا تعزيز اللغة العربية هيدا ندل على شيء بيدل على قداش فيه ضرورة لا تعليم هيدا اللغة والأهل للأسف في كتير أوقات بيفكروا أنه العربي مش كول بيعتبر كتير بيقولوا لي إياها أنه ما العربي ليش العربي ما نقول كل لغات العالم ولكن لغتك هي الأساس يعني أنا أنا بحب اللغات ولكن باللغة العربية أنا يعني عندي الفخر أنه أكون بعرف عربي وأنت بتحكي أكتر من لغة بتحكي عربي فرنسا إنجليزي وأسبانيال فيش لغة جديدة بعد بتحكيها هلا لا لا أقفنا هلا أولي بس تقدرت أتعلم هليك كان العربي أساس أكيد مشان هيك يعني فينا نتعلم كل شي ولكن ما لازم نفرط بي لغتنا طيب قديش ألعابي مفيدة يعني هون إذا بدنا نحكي بتجرد قدي عم تقدر تعلق الكلمات براس الأطفال أي عمر عم يستفيد أكتر من عمر تاني برأيك يعني ألعابي بلشنا بالألعاب من عمر سنتين لثمانية أو عشر اتناعشر سنة حسب وين الولد عم يكون وبأي بلد الفكرة من ألعابي هي تبسيط اللغة يعني العربي نحن عم نبسط له كل العالم بتقول أنه العربي صعب تعليمه ولكن في طرق عبر اللعب لأنه هذه الوسيلة المصلة للأطفال حتى يتعلموا بعيدا عن الشاشات حاليا لأنه أنا الأعمار الصغيرة بديها قدمة فيها ما تكون بس على الشاشة العقل طبع الطفل فينا نحن ننميه عبر اللعب وعبر الحواس فالمنهج إذا شيء البنتي سوريا اللي هو معترا فيه من التعلم عبر الحواس فاللمس الشم الحكي الكلام كل الحواس بدنا نحن نفعلها وننمي الفضول أنا وقته الطفل يحب لغته أو يحب يلعب بالألعاب اللي نحن معنا إيهن بطريقة غير مباشرة أنا بكون عم ساعده هلأ كمان عم نشتغل على موضوع الريسورج عم نعمل تجارب مع مدارس تنفرج قديش أسرع الولد عم يتعلم وقته يكون هو عم يلعب بهذهل الألعاب أنا بدي نمي الحديث مع الأهل باللغة العربية لأنه للأسف بس إذا الولد حكي بيقول بدي أكل بدي أشرب يعني بعيدا شوية عن لغة المطبخ نعم فهيدي اللغة بدنا ننميه بدنا نعطيه مفردات الطفل بيفقد يحكي أو بيبطل بيفقد يحكي وقته ما بيقدر يعبر أنا هوني شغلته خليه عبر أعطيه مفردات أعطيه جمال يقدر يستعمله بكذا موضوع بحياته اليومي ويجربوا الأهل عن جد يسمعوا أولادهم الموسيقى يخدون على مسرحيات فيه كتير أمور عم بتصير للغة فهيدا الشي ضروري جدا كرميل ما نفقد سلتنا بأوطاننا ولا لغتنا العربية شكرا كتير لإلك هلا غريب على المبادرة الحلوة وعلى المشاركة معنا من لندن مؤسسة شركة ألعابي هلا غريب شكرا كتير لوجودك معنا شكرا شكرا لإلكون